قلنا رايز ما نفهم التاريخ وفهمنا أنه من 6 أكتوبر 73 إلى 7 أكتوبر 2023 خمسين سنة بالضبط يعني ويوم تغيرت العديد من المعادلات وأهم معادلة لأنه مثلا اليوم المقاومة البيسلة تقاتل بنفسها وكيف نشوفه حتى آخر الأخبار اليوم اللي قاعدة ساير أو شنو اللي ساير في غزة فالمقاومة لازالت تواصل قاعد نقرأ في خبار على أمير الكويت ثم بعد نرجع لشنو ساير في الكويت أمير الكويت أبو البيبات وفي خبر عاجل يولن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة أربعة سنوات حل مجلس الأمة بالكويت نحكيه فيه في الكويت طبعا هنا الكويت دائما عندها القارة تذا يحل مجلس الأمة تقريبا يحل أحيانا مرتين في السنة أهم جملة استلعت الانتباه في هذا الكتاب جملة واحدة فقط حتى لو أطيل ماذا يقول سعدين الشاذي يقول أن الرئيس أنور السادات تنازل عن الانتصار عن النصر ووافق على سحب أغلب القوات المصرية إلى غرب القناة في مفاوضات فضل الاشتباك الأولى وقال وسأقدم بلاغ للنائب العام أتهم فيه السادات بإساءة استعمال سلطاته وطبعا قال هذا الكتاب أدى إلى محاكمتي غيابيا في عاد حسين مبارك بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وطبعا حكم عليه قلبي ثلاث سنوات سجنا إذن فبالتالي وأجرد من حقوقي لغاية ذلك ولكن في النهاية التاريخ أنصف سعدين الشاذي التاريخ أنصف سعدين الشاذي والمقاومة الفلسطينية لما نتابع أحداثها يوميا خاصة في قراءتها لنقاط ضعف العدو نحن قلنا السنوار يعرف جيدا يعني كيف يفكر الإسرائيلي نعم نفس الشيء سماح مثل ما كانت سعدين الشاذلي يعرف جيدا كيف يفكر الإسرائيلي السنوار أخذ وتعلم من هذا الكتاب أنا متأكد من ذلك واضح به رجعينا لغزة وتوى 47 دقيقة لكن حل مجلس الأمة بالكويت هو دائما نشوف بالنسبة للكويتي تقريبا الدولة الخليجية الوحيدة اللي فيها مجلس أمة وفيها طبعا وتساءل الحكومة أمام البرلمان وتحل يعني ويعفى رئيس الحكومة أكثر من مرة وتجرى انتخابات جديدة الكويت رأي عندها تقاليد ديمقراطية في الخليج العربي وهي اللي انطلقت منها رأي منظمة تحديد فلسطينية من نساوش منها الكويت وكانت حتى التيار وقتها الناصري والعروبي متواجد بكثرة في الكويت هذه انتخابات لكن تشوف رأي بالنسبة للكويت هذا لا تعني شيء منها حل الحكومة وتنصيب حكومة جديدة الكويت فيها دولة مؤسسات الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباحي يقول سنوقف مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات قال بلادنا تمر بأوقات صعبة هناك من يسعى لهدم المبادئ الدستورية في البلاد وأضافها في خطاب إلى الشعب توكي أن يتعدى في التلفزيون الكويتي قال لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام ولا أحد فوق القانون وسنحاسب الفيسدين شوف الكويت دولة غنية ولها تقاليد ديمقراطية في الخليج وبالطبع هنا رأى حتى مسألة الحكومة ومسألة المؤسسات الحكومية بالنسبة للكويت كما قلتنا هي عندها تقاليد ديمقراطية وقد تجرى انتخابات ربما في هذه الفترة ربما له أسبابه أمير الكويت ربما لأسباب أمنية لأسباب ربما يعرف ربما هناك مساءل داخلية بكل تأكيد لكن تقول أنت ليس جديد هذي صارت قبل لا كثير من المرات وأحيانا حتى يكون ولي العهد هو رئيس الحكومة ويعزل من يتم عزله ويتم اللتيان بشخصية جديدة وهكذا والديمقراطية مستمرة في الكويت وهناك لها هامش كبير من حرية التعبير وخاصة من الزاد الثقافي الحقيقة الكويت نحن تربينا على الكتب والمجلات والدوريات الكويتية خاصة مثلا في سلسلة عالم المعرفة صراحة نحن تربينا عليها برشاها وعننا منها كتابة على المعرفة هذه قدمة هذه الإيديولوجيا الصهيونية التي عندها بمسيري تطبع في سائل الوطن العربي وتوزع إلى غير ذلك بأسعار رمزية بعدها مقارنة بالكثير من الدول العربية فبالتالي الكويت لها تقاليد ولا خوف على الكويت لا خوف على الكويت من غزة من ساحة الوغا ونحن نتابع اليوم أخبار كتائب الشهيد عزين القسام وأخبار المقاومة الباسلة الفلسطينيك يقولوا مقاومة باسلة نتحدث فقط عن كتائب عزين القسام كل فصائل المقاومة كل فصائل المقاومة في فلسطين وفي الطوق كلهم مقاومة باسلة كتائب القسام تقول قصفنا بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعا لجنود وإليات العدو شرق ثكنت ساعد صايل بقذائف هون كذلك قضى سرايا القدس تقول قصفنا برشقة صاروخية من نوع 107 تجمعا لجنود وإليات العدو المتواغلة شرق مدينة رفح القسام يقولوا أنقذنا قبل أيام في اللحظات الأخيرة أحد أسر العدو إثرى محاولة الانتحار في مكان أسره كتائب القسام تقول قنصنا ضابطا صيونيا جنوب حيث زيتون بمدينة غزة وأصبناه بشكل مباشر كتائب القسام تقول استهدفنا بالاشتراك مع كتائب الأنصار طائرة مروحية صهيونية شرقة حيث زيتون بصاروخ سام 7 من ناحية الجيش العدو يعلن عن مقتل أربع جنود من لواء نحاله هو آخر لواء موجود بالنسبة لقطاع غزة المتحدث باسم الجيش العدو يقول بأنه مقتل بين أربعة وستة جنود موديمة مش أرقام موديمة كتائب القسام تقول قصفنا مدينة بير السابعة المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين وتنشروس ورقا صابت إسرائيلي جنوب حيث زيتون بمدينة غزة شوف هي التطورات أنا أتوقع معنا سماح أن الجيش الصهيوني سيواجه أوضاعا في رفح أكبر بكثير من الأوضاع التي عاشها في خنيونس يعني رفح الآن تسجل ملاحم بطولية كبيرة وكبيرة جدا يعني ليلة أمس تم تفخيخ يعني أحد الأنفاق في رفح وقتل تقريبا يعني عشرات الجنود الصهينة هو دائما يتحدثوا على 12 بين 12 و15 جودي دائما هذه الأرقام دائما أرقام كما نعرفه نفهم الرقابة العسكرية الإسرائيلية على عدد القتلى لديهم أو الجرحة فبالتالي أي رقم نضعفه في اثنين أو في ثلاثة تفخيخ نفق وحسب السيد العميد التوفيق ديدي قول في ثلاثة في ثلاثة قال علميا العلمي قولنا في ثلاثة في ثلاثة بلا تفخيخ أحد الأنفاق أول أمس واعترفوا يعني بمقتل بعض الجنود وبسحبهم بوسط المروحيات هناك إلى اليوم معنات تحطوا على قصف صاروخي لكن في الآن نفسه علش هي معركة رفح ستكون الأخيرة بكل تأكيد معركة رفح أعتقد قلت أن الصهينة سيتلققون فيها يعني لهذه الأسباب ستكون معركة رفح الأخيرة لا معركة الأخيرة معركة الأخيرة لأن شوف ليس لديهم هو شوق عدد ليس لديهم معاش عندهم حاجة أخرى الإسرائيلون الآن طوقوا رفح سيطروا على معبر في لادلفيا بالتالي عندما نقول سيطروا على معبر في لادلفيا يعني وكأنهم إذن أنهوا اتفاقية كام ديبت التي وقعها السادات بالتالي لهنا من المفروض أني طبعا مختارنا توم على كل حال تحدثنا عن الموقف المصري فيما بعد أو فيما قبل الآن من الذي سيحصل الآن نتنياهو يريد تحقيق إنجاز ما هو قال قبل الهجوم على خان يونس بأن الأسرة وقادة حماس موجودون هناك ثم تحدثت بعض وسائل الإعلام أن بعض الأسرة وقادة حماس موجودون في رفح الآن وهو طبعا سيلاحقهم وسيتابعهم ويريد ترويج ولو انتصار حتى بسيط للجمهور الإسرائيلي ولكنه لن يتمكن من ذلك لن يتمكن من ذلك لأن رفح رفح أكثر تعقيدا من خان يونس ورفح يعني هي حتى شبكة الأنفاق التي بنتها يعني حركات المقاومة رأي معقدة جدا ورأي تهديدات السنوار لنتنياهو دائما نعيدها في العسبان قال سنجعله يندم وفعلا سيجعلونه يندم الآن عندما نرى هذا الصمود وطبعا كان هناك التخوف يعني بسبب المدنيين وما شابه ذلك هذا الأمر لم يعد له تقريبا تأثير علاقات المقاومة ولذلك الجيش الصيوني غير الآن شوفوه من تكتيكاته لم يعد مثل السابق ربما يستهدف بكثرة رغم المجازر الموجودة يوميا لكن الآن هو عرف تقريبا واكتشف بأن مهما بلغ عدد الشهداء فأن ذلك لن يؤثر على الموقف السياسي لمقاومة وهذا تقريبا أصبح راسخ حتى لدى دقات المقاومة لكن ما يحصل في الميدان في الجبهة ككل لو ننظر إلى الأمر يعني من زاوية أكبر يعني هناك مفاوضات في القاهرة الآن طبعا نتنياهو يرسل جيشه إلى رفح ويرسل وفده التفاوض إلى القاهرة لبحث المذكرة اللي وافقت عليها حركة حماس واللي هي في الآن نفسه راهي معناها الشروط في أغلبها في 90% منها وفق الصحف الإسرائيلية هي مبادرة أمريكية في أغلبها مبادرة أمريكية زادت فيها مصر بعض الملاحظات وكان وافق عليها نتنياهو سابقة الطرف الإسرائيلي وافق على كثير منها إذن هو أرسل الوفد إلى القاهرة وأرسل طبعا جنوده إلى أو جيشه إلى رفح في الآن نفسه المقاومة تشتد في جنوب لبنان هناك قصف صاروخي كبير وتعظم وصار حزب الله يعني محور المقاومة شوف عليش قلت أنا رأو غزة لن تهزم لن تهزم لأن هناك قرار في محور المقاومة ألا تهزم غزة ولا يمكن أن يتحقق ذلك لن يحلم الإسرائيلي بهزيمة المقاومة في غزة هذا قرار غرفة عمليات المقاومة لذلك نرى حزب الله الآن يستعمل أسلحة أكثر قوة وأكثر تدمير نراه يستعمل مسيرات انتحارية وهناك غضب كبير في الشمال الآن في إسرائيل هناك دعوات حتى إلى سحب هؤلاء يعني من شمال إسرائيل نهائيا عدم العودة نفس الشيء شفنا زعيم أنصار الله يوم أمس يعلن عبد الملك الحوثي يعني عن توسيع وعن عمليات نوعية منتظرة ضد الجيش الصهيوني وضد الموانئ الإسرائيلية قال وانتظرونا قريبا وهناك ضرب لسفينتين في خليج عدن في المحيط الهندي سفينتين إسرائيليتين وهناك توسيع للمواجهة نفس الشيء كذلك ما تقوم به المقاومة العراقية يعني إسرائيل روه مثل ما نرى صحيح أن هناك ضحايا هناك دمار هناك كذا هذا كل ما متفقين فيه لكن في الآن نفسه حتى الكيان الصهيوني الآن محاصر رغم الخذلان العربي ورغم كل شيء الكيان الصهيوني محاصر وتحت الضربات من كل جانب رغم الدعم الأمريكي نتنياهو صحيح يريد الخروج بأخف الأذرار ربما تحقيق إنجاز ما أمريكا في عمقها تعلم جيدا أن نتنياهو صار يشكل خطر على الكيان الصهيوني وهي الآن ربما قد تبحث عن إنجاز ما يحقيق نتنياهو في رفح لكن في رفح سيتلقى هذا الجيش هزيمة أخرى مثل الهزائم السابقة وقد تكون هزيمة أشنع واليوم عندما نرى المقاومة تطلق الصواريخ من جديد من جديد ومن رفح تحديدا فبالتالي يعني من أين دخلت هذه الصواريخ؟ من جاء بها؟ وبالتالي خليهم هما يجيوا أربط بسهم معنا يربطوا هما بسهم الكيان شكرا لك أبو البابا سيلم قلوا لي قد يشل التصويت بالنسبة للليلة البلدين اللي خلطنا لهم 95% قالوا نعم أقنعنا أبو البابا سيلم 5% فقط قالوا لي تونس غزة فلسطين جزائل مغرب فلنسا ألمانيا سواد اليمن سلطنة عمين بريطانيا سويسرا روسيا بلجيكة مصر ليبيا العربية السعودية شكرا لكل من تابعنا شكرا للكتيبة بينجو شكرا لك شكرا فيرس عياري جورا حنيشي تونسي ياسمين فل مرحبا بيك طبعا ليال أنسة ما نسيتك المرة يسرى المزي مرحبا مصطفى الوسليتي شكرا جزيلا فدوة طبعا رئيس الكتيبة كما يطلع بينجو أكرم بوبكر الناس الكل اللي قادة تبع فينا سمحوني للي ما ما فكرتش الاسم متاحهم